بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله صلي وسلم وبارك عليك فالأولين وصلي وسلم وبارك عليك فالأخرين وصلي وسلم وبارك عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين الله تنفرج بها الكرب وتنحل بها العقد اللهم اغفل لي ولوالدي وللمؤمنين قلوا أمين نحن نبدأ يومنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كما ترون حبايب قلبي قلنا نقضي اليوم مع بعض من زمان ما عملنا شروطين قلنا نهارده نشغل الكاميرات بتاعتنا ونبقى مع بعض هنبتدي يومنا كده بيدردشة كده مع بعض وهنعمل غدا بسيط وسهل جدا جدا ان شاء الله بس حبايب مصمر واخواتي مصمر ما تنسيش بقى تحطوا لايك لان اللايك هو اللي برفع لي الفيديو طبعا حبايب قلبي اللي بيقولوا ما بوصلناش اشعار بالفيديوهات الجديدة حبايب اللي ما بوصلوش اشعار يلغى الاشتراك واشترك تاني في القناة عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم الاشعار بتاعه زي ما انتو شايفين كده قلنا بقى نبتدي اول حاجة كده عندنا طبقين على الحوض قلنا نخسلهم ونروأ الدنيا حوالينا قبل ما نبتدي بقى الغداء بتاعنا النهاردة في الوقت ده بقى اخترنت علي بنقعد ندردش كده واحنا مع بعض شويتين كده اللي عندها حاجة تعود تحكيها للتانية لعندها مشكلة عندها اي حاجة كده نقعد ندردش يعني طبعا كلنا بنقوم بادري من النوم عشان اولادنا بقى في الدراسة فاحنا لازم برضو يعني نقوم معاهم برضو ونبتدي يومنا من الصبح يبقى كل نشاط كده وحيوية بصوا اليوم ما ببتدي من بدري وتقوم بدري وتشوف شغل البيت بيبقى يوم خفيف بصراحة اما بقى تماشي الاولاد وتروحي تانتخي بقى وتنامي وتكسلي بصي تتلاقي اليوم تقيل وتلاقوا برضو شغل البيت تقيل وتلاقوا كل حاجة بصي اي نعم هتنام وهتجبعي نوم بس بعد كده هتقوم تجري وراء كل حاجة عايزة يعمل يدوب صراحة وعايزة دي وعايزة دي واولادنا بقى بطلعوا من المدرسة ببقوا جايين جاعنين عايزة تجهز برضو الغداء لان يا دوبك بيجو يتغدوا وروحوا جارية على الدروس برضو يعني مفيش وقت يعني اليوم في ايام الدراسة بيبقى في ضغوطات من جميع النواحي يعني الواحد بيقوم معهم والله من بدري واليوم بيبقى كل شغل وتلاقي برضو منتيش مناضة ان انت تتخلصوا كل حاجة في اليوم فعلى قد ما بنقدر ان احنا بنقوم معهم والله بجد اليوم اللي بكسل وروح انام واستنى اقوم براحتي بحس ان اليوم طويل وبحس ان كل حاجة مكركبة وبحس ان انا اليوم ضع مني بصراحة لكن لما بقوم بدري واعمل شغل البيت من بدري بيبقى اليوم خفيف وحلو ويتلاقي اني خلصت شغل البيت بدري وحكت بدري ومجهزة لهم برضو الغداء بدري لكن لما بنام بقى بيجو ساعة ما بتغدش بروح الدروس اول في الوقت ده بقى عبودة عايز بطاطس طايا كان ايجا قبلنا مولع على الاكل لان هو في لسه فولة ابتدائي فبقوم يطلع بدري فايجا بقى قال يا ماما عايز بطاطس محمرة قلت له انا هطبخ اول قال لك لا اعملي بطاطس محمرة الاول وبعد كده اطبخ قلت له ماشي قولنا قبل بقى ما نتلابخ بقى في الطبيخ وكده قولنا بقى نعمله بطاطس طايا محمرة واحنا واقفين كده على السريع ايجا ازاي وغير الترنج بتاعه وعشان هو برضو عنده درس الساعة 3 ومحمد بيبقى عنده الساعة 1 فعشان الدروس بتاعته بتيبقى بعيدة عن البيت بتاعنا فبقى ام ابعته مع محمد اخوه بيروح يعود عندي امي لما يجي معادة درس بتاعه بيروح يعني مضطر ان هو يمشي مع اخوه من بدري برضو يعني بقول لكم بيبقى فعلا مسئولية جامدة في ايام الدراسة يعني المفروض هتقوم بدري تخسل هدومهم تجهز غداهم لان كده كده هيجوا على طول عايزين الغدا جاهز هيتغدوا يا دوبك يمشوا على طول يرجعوا تاني يروحوا بقى يشوفوا الدروس بتاعتهم احنا بقى كا امهات المفروض برضو نرعدة كله ونبقى برضو مزبطن لهم الامور عشان برضو يعني مثلا ابنك هيخرج مثلا ييجي وما فيش غدا جاهز هيخرج ممكن ما يجيش على المغرب ممكن ما يجيش على العشاء فالمفروض احنا كا امهات برضو نكون مجهزين لهم غداهم بدل لان كده كده بيبقوا جايين جاعنين وطبعا الجو برده وبجوعهم والله عندي اولادي برضو حتى وانا بديهم السندوشات بديها لهم بيرجعوا بها تاني بسبوع في الشنطة بتلابخوا بقى في اللعب والجري وما بقى كلور بس بيبقوا جايين بقى جاعنين عايزين الغدا يكون جاهز بادري انا بقى قلت بقى لملم كده الحوض ولملم الازايز والحاجات اللي حواليها ونظف الرخام هم حاجة عند الرخامة دي تيبقى نظيفة خالص وما فيش اي حاجة حوالية اعرف كده اتحرك في المطبخ وبصوا المطبخ ما شاء الله كبير بس الرخامة بتاعت اللي قدامي دي لو عليها اي حاجة بحس بصوا ان انا مش عارفة اتحرك فبقوم كل حاجة حطها على الرخامة اللي ورا والرخامة اللي انا بطبخ عليها وبخصل عليها لازم تكون حوالية فضية خالص زي ما انت شايفين كده اضبطوا الدنيا وخلوا الدنيا قدامي زي الفل وبعد كده بقى اشتغل بقى واجهز في الغداء بتاعنا عادي في الوقت ده بقى قلت بقى اجهز انا برضو بقى في الغداء على طول انا هعمل النهاردة عندي فراخ وهعمل كوسة برضو هنعمل صانية كوسة مع بعض كده ونزبط الغداء بتاعنا وبعد كده نقضي يومنا مع بعض كده حبايب قلبي اما حاجة لو وصلت بقى معايا للنقطة دي ما تنسوش تحطوا اللايك لون مصبر عشان اللايك ببلاشي امارات ما تكسلوش ما تبقوش بخلة يعني حطوا اللايك على طول اللي تدخل تشوف الفيديو وعجبها تحطوا اللايك ما عجبكش برضو حطوا اللايك زي ما انت شايفين كده حبايب خلصت بقى المطبخ وخلصت الحوض ما فيش هو الطبقان بس اللي كانوا في الحوض وخلصتهم وهنبتدي بقى نجهز في الغداء عشان حبايبنا طبعا الجو برد وانتا عارفين ببقوا جاين جاعنين هنبتدي بقى نجهز غدانا كده مع بعض عندنا فرخة انا مطلعا من الفريزر هنبتدي بقى هنجهز البنات بقى اللي بتقول يامو صمر انا عايزة اجهز مثلا عند عزومة يعني عايزة عايزك تكلمين في بناك كتير كتبين لتعليقات وحاجات برضو ان انا احكي فيها او اتكلم فان شاء الله ممكن اعمل ويديو مخصوص لنتكلم فيه واحنا برضو في الروتين كده عبودة خلصنا منه عملنا له البطاستاية بتاعته وهياخدها بقى بالسلامة وفيه بنات بقى بتقولي برضو يامو صمر انا عايزة تحكي انها مثلا عندنا عزومة نعمل ايه او نصرف ازاي هنحكي مع بعض ان شاء الله النهاردة برضو لو انت عندك عزومة تتصرف ازاي وتعمل ايه بص حبيبي تقل باول حاجة في البداية خالص تكون مفرز حاجتك وكل حاجة عندك جاهزة في الفليزر ايه ده يعني لو انت نوية تعملي محشي مثلا هتجيبك كرمبا وتقطعيها وهتسلقيها وتكيسيها وتعنيها في التلاجة مثلا تكوني جايبة الطماطم برضو ومسبكاها ومجهزة الخلطة بتاعت المحشي وتعنيها برضو تكون جاهزة معاكي هتعملي فراخ اكيد هتجيب الفراخ لو انت هتشويها هتبقى متبلاها ومزبطاها كده وتروحي برضو معبيها في اكياس وهتبقى عندك جاهزة برضو في الفليزر طيب احنا كده حاجتنا كلها يعتبر جاهزة في الفريزر مثلا هنعمل ايه بقى مثلا انت عندك العزومة تاني يوم هتقوم بقى مثلا كلام ده مثلا من بالليل تكوني مجهزة المحشي وتلف حلة المحشي بتاعتك او الحلتين لو عندك عزومة كبيرة وتبيتيها في التلاجة كده احنا خلصنا من المحشي تاني يوم بقى هتكوني الفراخ بتاعتك برضو لو انت مش متبلاها هتطلقها برضو من بالليل وهتبليها برضو وتحطيها على رف التلاجة ما تدخلهاش الفريزر لان انت لو دخلتها كده هتوقفي عملية التدبيلة الفراخ مش هتتبلي الفراخ هتبقى كأنك لسه مطلعها طازة اما حاجات تدبيلة حطها على الرف ويسي بيها عشان تدبيل الفراخ تشرب من التدبيلة يبقى احنا كده خلصنا من المحشي وخلصنا من الفراخ تاني يوم بقى مثلا هتعمله خدار هتعمله رز هتبقي الحاجات دي خفيفة وكده كده هتتعمل في يومها مش هتحتاج وقت ولا مجهود احنا بنحكى على الحاجات اللي مثلا المحاشي بتاخد وقته مجهود مثلا تدبيلة الفراغ ما ينفعش تدبيلها على طول وتعملها كده مش هتبقى حلوة لازم تدبيلها مثلا قبل منها بالليلة مثلا لو هتعمل كفتة برضو صبعيها وجهزها برضو في الفريزر من بالليل برضو ما فيش مشكلة هتبقى تاني يوم معك جهزة على طول على الشويطة لها على طول وهتشوي يبقى احنا كده خلصنا من الحاجات اللي هي التقيلة تاني يوم بقى هتعمل خضار مثلا هتعمل صنية بطاطس هتعمل جنبها مثلا طبقين ملخية هتعمل مثلا الرز مثلا مشعرية رز بسمتي او صنية رؤاء او صنية جلش باللحمة هتبقى مزبطة امورك وامورك والحلويات من الحاجات اللي انت تقدر برضو تعمليها على بيات يعني انت لو عندك عزومة تقدر تعملي الحلويات برضو وتجهزيها من بالليل وتسيبيها هتبقى برضو معاك برضو سهلة تاني يوم هتلاقيها برضو معاك سهلة خالص فبصي الامور بسيطة بس بصي اللي اهم من الشغل تزبيط الشغل زبطي امورك وهتلاقي كل حاجة معاك سهلة وبسيطة وتلاقي العزومة سهلة خالص انت عامل الحلويات مثلا من بالليل جاهزة معاك الفراخ متابلة من بالليل هتوم بس ستة شويها اه وتجهزها على طول جاهزة برضو معاك مش هتاخد وقت المعشي على طول هتسق الشربة وتولى عليه جاهز معاك شوات الخضار والرز ما باخدوش حاجة والحلويات زي ما قلنا معمولة اما العصير بقى والحاجات دي برضو انت هكون برضو مجهزها عندك في الفريزر ساعة جاهزها انطلعها تفك شواء على الحوض ان كان فرولة او منجة او جوافة او اي نوع فكها انت حب تعمليه عصير هتكون برضو قبل مثلا العزومة او قبل معاك ما ييجي تكون مجهزة العصير في التلاجة برضو يبقى كده يومك عدك كل سهولة وكل بساطة ما انتيش محتاجة عد يساعدك وما فيش ضغطات عليك وكل حاجة ما شاء الله ربنا مسهلة وميسرة لان انت مزبطة امورك ومزبطة الشغل بتاعك قبل منها بيوم يعني ازومة الجهزة معاك يعتبر قبل منها بيوم خلاص تاني يوم هتلاقي الامور بسيطة جدا وتلاقي كل حاجة ما شاء الله معاك سهلة وبسيطة احنا بقى هنا حبايا بقلبي انا جبت بقى الكوسة زي ما انت شفتوا كده نضفت اه الشرطة وقطعتها كده دوير صغنونة كده زي ما انتوا شايفين فيه وعندي الفرخة بقى بتاعت طلعتها من الفريزر بعيد عليها برضو كده وبأكد برضو نضافتها لان برضو احنا ما بنجي نضافها برضو يعني انا ببقى حطها في دماغة ان احنا برضو نعيد عليها مرة واثنين وثلاثة لان برضو وانت برضو حتى لو هي جالت من برها اكيد هتعيد عليها مرة واثنين وثلاثة وبعد كده انا قبل ما بعينها يا بنات بان اعاف خل ولمون وملح عشان تنزل الدم اللي فيها والزفارة برضو نتخلص منها على قد ما منقدر زي ما انت شايفين كده انا ابتديت اعيد على الفراق برضو وانا افتح الحنفية وزي ما انت شايفين كده اهم حاجة ديك تحت المية على طول وانت بتعمل الاكل اتلاقي الاكل خفيف وطعمه حلو ومنظيف ومشاء الله اتلاقي كل حاجة كده خفيفة겠어 معك ما يبقاش ديه الاكل دايما ديك تحت المية ودايما يكون نظيف تلاقي الاكل دايما خفيف كده وحلو ومشاء الله طالع معاك ما شاء الله اهم حاجة بقى في كل ده كله طول ما انت بتعملي دايما اذكر الله ودايما استغفر ودايما شغال لسانك بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الكلوب بجد يا بنات والله بجد طول ما انت شوفي يعني أنا أمكان وقفة الوقفة دي ودايما لساني يشغال بذكر الله والصلاة على الحبيب المصطفى على طول على طول أتلاقي كل حاجة سهلة وكل حاجة ربنا ميصدره ونفسيتك مطمنة ومشاء الله يعني الأمور حلوة وكل حاجة حلوة القد ما ما تقدره طول ما انتوا وقفين أو انت ماشين أو انت بتجهز في أكل أو انت بتعمل في أي حاجة أهم حاجة شغال لسانك بذكر الله بصي هتاخد حسنات وهتحس باطمئنان وهتلاقي كل حاجة في حياتك ربنا ميصدره وكل حاجة سهلة ودايما كده انصح أولادك دايما استغفره وصلى على الرسول حتى وانت راح تنامي دايما يعني بصوا سبحان الله استغفارتي كأنك بتخسل زنوبك بتنظفيها قبل ما بتنامي والصلاة على الرسول ده زي ما يكون العطر برضو يعني انت نظفت الزنوب والصلاة على الحبيب العطر برضو دايما صلى على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلامة والبنات بقى حبيبي اللي بيكلمونا على الخاص قول انت فين يا مصمر يعني انت كسلت في القناة من يوم ما كنت مسافرة اي نعم انا برضو يعني أثرت كتير في القناة وانا في السعودية برضو كنت بصور يعني دايما كنت بصور برضو الأماكن اللي أنا كنت بروح فيها مش مكتش مكسلة يعني ولا حاجة بس اي نعم ما كنتش بصور أكلات بس ان شاء الله من هنا وراح هنصور بقى مع بعض ونرجع بقى للريتنات بتاعتنا والوصفات السهلة بتاعتنا الجميلة اللي احنا متعودين عليها ان شاء الله حبيب قلبي بس زي ما قلتلكم ما تنسوش بقى أمو صمر في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده عملنا صنية الفراخ وصنية الكوسة وعملنا رز بالشعرية وده اليوم بتاعنا أضناه مع بعض في المطبخ وعملت برضو صنية كنافة على السريع زي ما قلتلكم كان عندي نصف كيلو طلعت على السريع وعملنا أحلى وألز صنية كنافة زي ما انتوا شايفين الغدى بتاعنا جاهز وعملنا الحلقة